نشوف الحالة الأولى معنا إيه اللي موجودة طبعاً هنا حالة من الحالات المهمة المساعد هنا كابتن أشار بالهدف بالهدف صحيح كابتن أحمد وهذا دور الفار يعني هو المساعد دي لعبة على فكرة لو معنا الماتيريال هي لعبة مركبة اتعاملت الأول أوبر كان من كل سليم يعني هنا لو اتعاملت مرة واحدة وراحت لي طاهر كان مواقف السليم في البداية ولكن الموقف ده التاني ده كانت نحن لحظة هنا اللمس كان هنا طاهر في موقف تسلل هو هنا المساعد بالأسف مربطش كابتن أعادل التركيز كان قلي المساعد راح لللعبة من الأول وبعدين في اللعبة دي هو مربطش وبالتالي هنا سمح باستمرار اللي أبو كان هدف ولكن الفار طبعاً موجوده هنا التسلل موجود وبالتالي أنا بشيت بقرار الفار اللي كان موجود جانس كازو والفز اللي هو الكاميرون وكان موجودين على تقنية الفار دي الحالة الأولى حالة تانية شوف أيضاً هنا الفار السؤال هنا ماذا لو الحاكم المساعد هنا رفعت السلل الكابتن أحمد والفار مش موجود كرسة ومصيبة هدف بيتم لغاية ولكن برضا أيضاً هنا الفار قدر يحدد أن هنا بيرسي طبعاً اللعب هناك مغطي بالقدم اليمنى وبالتالي هنا مفيش تسلل والهدف كان هدف صحيح لصالح بيرسي تاو هنا بنقول الفار لابد أنه يتواجد في هزي المغرية حالة الثالثة هنا بقى التفاصيل وقلنا دايماً والأمانة صعب أن أي حاكم كابتن أحمد في الملعب تشوف الستارز راح فين انت يدوبك بتأخذ القرار الفني وبتحسي وبتدي البطاقة وهنا دور الفار يعني شوف أنا بعمل أكلم عن الفار يشوف كم قرار يا كابتن عادي لكابتن أحمد هنا كان دور الفار جاني سيكازو وأنا من اللحظة الأولى أنا قلت بطاقة حمر للقانون دايماً واضح جداً جداً للستارز لما بيروح في هذه المنطقة اللي في الأنكل ومبقاش في حتى جزء كمان على الأرض كنت نعادل يعرف لو لاعب ده نزل تحت شوية بالقدم أو بالستارز على القدم من تحت ممكن تقول البطاقة تنزل من حمراء لصفر ولكن السارز رايح كله فوق وبالتالي هنا الحكم لم يشاهد التفاصيل وهنا الفار أيضاً كان دوره إيجابي بإستدعاء الحكم وهو طبعاً ما فيش فصال أنت هتروح دي معيارها معروف البطاقة الحمراء وبالفعل هنا بطاقة حمراء مستحقة للاعب وفاق ستيف والحمد لله بنقول إيه مثل هذه الألعاب أحياناً بتعمل مشاكل يعني هنا لو الرجل هنا والستارز والسلوب الدخول لكابتن عادل ممكن يحصل إصابة هنا طبع إصابة جسيمة ولكن الحمد لله إن حسين الشاحات إنه في هذه الحلقة قام وكمبل ولعب